يوشع بن نون هو اسم الفتى الذي رافق موسى عليه السلام في رحلته إلى الخبر والذي فصل القرآن الكريم قصتهما في سورة الكهف فقد ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أنطلق هو وفته يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤسهما وكان ذلك الفتى أحد أنبياء بني إسرائيل فيما بعد وأشهر قادتهم ورموزهم التاريخية وهو الذي تولى مقام النبوة بعد موت موسى عليه السلام وقد جاء خبره في السنة النبوية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي يسار إلى بيت المقدس رواه الإمام أحمد في المسند وقال المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة إسناده صحيح على شرط البخاري وكذا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وصحه ابن حجر في فتح الباري والألباني في السلسلة الصحيحة يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبير الأمر بعده فتاه يوشع بن نون عليه السلام وهو الذي دخل بهم بيت المقدس حكم يوشع بن نون لبني إسرائيل لما طفي نبي الله موسى عليه السلام أخذ الأمر من بعده يوشع بن نوني وأقام بهم في التيه مدة ثلاث أيام ثم خرج بهم من التيه وتوجه إلى فلسطين ونزل في غور الأردن في مكان يسمى الشريعة فلم يتمكنوا من العبور نحو فلسطين ثم أمر الذين يحملون صندوق الألواح أن ينزلوا إلى طرف الشريعة فتوقفت عن الجريان وانكشفت لهم الأرض حتى عبر الطريق يوشع بن نون ومن معه من بني إسرائيل ثم عادت الأرض كما كانت من قبل واتجه يوشع بن نون ومن معه من بني إسرائيل نحو مدينة أريحة فحاصرها وأمر بني إسرائيل أن يدوروا حولها سبع مرات وأن ينفخوا في القرون لإصدار الأصوات فلما فعلوا ما أمرهم به سقطت أسوار مدينة أريحة فدخلها بني إسرائيل وقتلوا أهلها بالسيف ثم توجه بهم يوشع بن نون نحو مدينة نابلوس فدخلها وملك بلاد الشام وجعل عماله في كل مكان وقد قام يوشع بن نون بتدبير شؤون بني إسرائيل من بعد وفاة موسى عليه السلام ما يقارب ثمان وعشرين سنة وكان يوشع بن نون قد قسم الأرض التي ملكها بين القبائل الإسرائيلية وترك عدة مدن على الشاطئ الأيمن والأيسر لتكون ملجأ للمذنبين والمشردين وكان يدعو قومه إلى عبادة الله وفاة يوشع بن نون طفيا يوشع بن نون بعد حكمه لبني إسرائيل بمدة ليست قصيرة وكان عمره حينها مائة وعشرين سنة وقد دفن في مكان ملكه ترجمة نانسي قنقر